اشتركوا في القناة أننا ندرس الأسرة في قلب الله وفكر الله من خلال تكوين أول أسرة في سفر التكوين ونقف النهاردة عند موقف عجيب جداً لابد أننا نفهمه كويس وهو كيف خلق الله حواء من قدم سفر التكوين حقيقة بأسلوب جميل جداً بدينا معاني روحية نفسية مهمة جداً لكل أسرة لما نلاقي في سفر تكوين صح 2 آية 21 و22 يوصف خلقة حواء ويقول أوقع الرب لله سباة على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم عجيب جداً هذا الموقف لأنه بنجد فيه الله بيصنع شيء عجيب جداً بيخلق حواء من نفس جسد آدم يمكن هذا الأمر وهذه الخلقة لها أهمية في عمل الخلاص اللي قدمه لنا ربنا يسوع المسيح على الصليب وقدمه البشرية كلها لكن أيضاً من جهة الأسرة بنجد أن الله اختار اختيار جميل وهو أنه أخذ من ضلعه قريباً من القلب علشان حوته قريباً قلب جزء باستمرار والعكس صحيح طبعاً لكن أيضاً أبقنا وقفوا عند الجزء ده وعلمونا حاجة جميلة جداً أن دي كانها أول عملية جراحية تتم في التاريخ وفعلاً ربنا إدى آدم مخدر أوقع له ثباتاً فيه آلم وقع على آدم بالتأكيد ولكن هذا الآلم أثمر له هدية إلهية عظيمة يفرح بها كل أيام حياته وإحنا عارفين آدم وحاوه عاشه أكتر من تسعمائة سنة فهنا الأسرة بقدر ما يكون فيها آلم وتحمل الآلم برضى وبشكر وبعدم تزمر بقدر ما يكون فيها فرح مشترك ممكن كل طرف أحياناً يسبب آلم للآخر لكن عندما نحتمل هذا الآلم بفرح وبثقة في نعمة ربنا بالتأكيد هنفرح مع بعض الجراحة دي كمان كانت جراحة ثابت أثر في جسد آدم لكي يبقى في ذهنه مدى الأيام يذكر أن حواء دي جزء مني فلا يرفضها ولا يتخلى عنها وهي أيضاً تشعر أن لها وجود في هذا المكان في غير قلبه فلا ترفضه ولا تتخلى عنه إلى مدى الأيام وكأن الله يريد يعلمنا أن الزواج المسيحي والأسرة المسيحية عنصر في قلب الله وفي حياتنا سابت طول الأيام لا يتغير مبني على المحبة والبزل آدم بزل آدم اكتمل في حواء وجده معينة نظيره فشعر أن دي هدية من ربنا فرح بيها وفي نفس الوقت شعر أن ربنا أعطاه إنسان كائن متكامل يكمله يحترمه بعض يحبه بعض لأنهم نظير في المجد والكرامة أمام الله ونظير أيضا في العقل والحكمة وفي التدبير وفي الخبرة وصارت حياتهم حياة نجحة لأنهم عاشوا حسب قلب الله في علاقتهم مع بعض نشكركم ونستكمل لقاءنا مرة تاني ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر